قبل الفاصل التاني ده اتكلمنا عن الاغذية المحفزة لجهاز المناعة وقلنا ان هي بالتحديد عناصر محددة من الفيتامينات والمعادن اتكلمنا عن الزينك واتكلمنا عن البيتا كاروتين واتكلمنا عن فيتامين ايه قلنا المصادر بتاعتهم ايه اللي يحفز الامتصاص بتاعهم في الجسم وايه اللي يمنع الامتصاص رابع العناصر المحفزة لجهاز المناعة من الفيتامينات والمعادن من العناصر الغذائية هو فيتامين به خمسة وبه خمسة ده بالذات له وظيفة مهمة أوي وهي تكوين الأجسام المضادة بخلاف وظائفه الأخرى الأكثر أهمية وهي أو التي لا تقل في الأهمية وهي استخراج الطاقة من الطعام وصحة الجهاز العصبي به خمسة موجود في الخميرة موجود في الكبدة موجود في المكسرات الأرز الأصمر البقوليات البيض بيزيد امتصاصه بفيتامينات به واحد وبه اتنين وبه تلاتة وبه ستة وبه اتناشر طيب بيقل امتصاصه بإيه بقى؟ بيقل امتصاصه بالتعليب لما تبقى أي حاجة معلبة وبالمواد الحفظة وبالحرارة العالية وتحديدا المايكرويف وطبعا برضو بيقل امتصاصه ببعض الموضادات الحيوية والكفايين خامس العناصر المحفزة لجهاز المناعة هو به ستة فيتامين به ستة وبخلاف أهميته في تكوين الأجسام المضادة فهو مسؤول عن تصنيع الناقلات العصبية داخل المخ ده بخلاف أهميته في تصنيع كرات الدم الحمرة موجود في السمك والموز واللحوم والأفوكادو بيزيد امتصاصه بفيتامينات به واحد وبه اتنين وبه تلاتة وبيقل امتصاصه في الجسم بحبوب منع الحمل والشاوي يعني اللحمة المشوية السمك المشوية الحاجات دي كلها مفيهاش الفيتامين اللي هو به ستة وكمان بيقل امتصاصه جدا في الجسم بالتدخين أما سادس العناصر المحفزة للمناعة فهو فيتامين به اتناشر وبخلاف برضو أهميته للمناعة فهو مهم جدا لتصنيع كرات الدم الحمرة وتجديد الخلايا القديمة يعني لو الاسم داخل على أنيميا يقوم يعمل عملية ترميم للخلايا القديمة وبرضو هو مسؤول عن تصنيع الشفرة الجينية الخاصة بأجسامنا اللي هي ما تعرف بالDN ايه وبرضو مسؤول عن صحة الجهاز العصبي موجود في الكبدة والقلب واللبن والجبنة والفراخ والسمك واللحوم بيزيد امتصاصه بالفوليك أسد وبيقل امتصاصه بمضادات الحموضة وحبوب منع الحمل وأدوية علاج التشنجات وهنيجي بقى دلوقتي لسابع عنصر من محفزات المناعة وهو اللي حضراتكم منتظرينه ويمكن فيه بعض حضراتكم بعض من حضراتكم فاكرين أن أنا نسيته يعني تلا يوم عاديين يقوله دلوقتي هو الدكتور ما قالش ليه فيتامين سي وفيتامين سي هو العنصر السابع في محفزات المناعة مهم جدا لكن كل اللي ما قبله دول أكثر أهمية من فيتامين سي فيتامين سي اللي هو اسمه برضو حمض الاسكوربيك بخلاف أهميته القصوى والشديدة في المناعة هو برضو مسؤول عن تصنيع الكولاجين وإعادة نمو الأنسجة في الجسم وإنتاج إنزيمات النواقل العصبية وخفض الكوليستيرول على فكرة الجسم بيحتاج دايما لفيتامين سي لأنه لا يحتفظ به يعني ما عندناش مخزون احنا من فيتامين سي المفاجأة بقى مش بس كده مش في الحاجات اللي سباقته المفاجأة في ترتيب المواد الغذائية الغنية به يعني كل الناس يعني تعكس توقع أي حد الناس كلها لما تقول لهم فيتامين سي يقول لك آه طبعا اللمون وبرتقان لمون وبرتقان صح كده عايز أقول لكم بقى أن أغنى المصادر بفيتامين سي مش هما اللمون وبرتقان ولكن بالترتيب هما الزعتر الزعتر هو أغنى عنصر غذائي بفيتامين سي يليه الفلفل الصفر يليه الجوافة يليه الفلفل الأخضر ثم اللمون ثم كرمب الصلطة ثم الكيوي وبعدين البرتقان والبروكلي والفراولة والبطاطس والبقدونس على فكرة كمان فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد وبيزيد امتصاصه هو شخصيا بالسيلينيوم وفيتامين إي وبيقل امتصاصه بأواني الطاهي المصنوعة من الحديد فيه كده كانت طلعت موضة فترة كده ناس يجيبوا اواني طاهي من الحديد وخاصة في البرامج حتى بتاعة الطاهي وبيقل امتصاصه برضو بحبوب منع الحمل وادوية علاج التشنجات والمسكنات وبايكاربونات السوديوم وكل الحاجات دي اللي بتقلل امتصاص فيتامين سي في الجسم يعني ممكن يكون بناخده كل حاجة لكن امتصاصه بيقل بسبب الحاجات دي العنصر التامن من محفزات المناعة من الفيتامينات والمعادن هو فيتامين إي وبخلاف المناعة هو لودور عظيم في حماية الجلد من الأشعة الضرة وبيقلل للتهابات الجلد وبيساعد على شفاء الجروح حتى مستحضرات العنية كلها بالجلد والبشرة لازم تلاقوها يعني محتوي على فيتامين إي اللي هو فيتامين ه كمان له دور مهم جدا كعامل من مضادات الأكسادة وده بيخليه مفيد جدا لعضلة القلب والأوعية الدموية بيساعد كمان فيتامين إي على فكرة على تخفيف الألم اللي هي بتبقى موجودة ما قبل الدورة الشهرية عند البنات والسيدات فيتامين إي موجود في البروكلي والمكسرات وزيت الزتوت وزيت عباد الشمس وزيت الدرة والزيت الحار والأفوكادو والمنجة والطماطم واللحوم الحمرة والجنبري والسلمون والفلفل الأحمر والسبانخ بيزيد امتصاص فيتامين إي بفتامين إي يعني كل ما ناخد فيتامين إي بقى احنا بنساعد على امتصاص فيتامين إي وبيقل امتصاصه بسبب بعض المضادات الحيوية وأدوية التشنجات والملينات أما العنصر التاسع من محفزات المناعة من العناصر الغذائية فهو معدن الحديد وبخلاف دوره في المناعة فهو بيحفز النشاط الزهني وهو مسؤول عن نقل الأكسوجين في الجسم وأهم مصادره اللحوم الحمرة والكبدة والبنجر والعدس البني والمأكلات البحرية والفراخ والسمك والبتنجان والسبانخ والموز والتفاح والطمر والكمترة والجرجير والعسل الإسود والمشمش المجفف والطماطم والعنب بيزيد امتصاصه بوجود فيتامين سي وبيقل امتصاصه جدا بسبب الشاي والقهوة والمسكنات وأدوية علاج النقرس وأدوية الحموضة واللب اللب اللي هو بتاع التسالي ده طيب نرجع تاني بقى نفتكر ايه العوامل اللي بتنشط جهاز المناعة وقلنا إنها الغذاء وتحديدا العناصر المعينة من الفيتامينات والمعادن اللي اتكلمنا عنها بكل تفصيل تاني المحاور اللي بتنشط المناعة هو النوم وتحديدا النوم العميق والمنتظم النوم العميق والمنتظم بيفرس فيه بروتينات اسمها سايتوكاينز ودي اللي بتحفز تصنيع كرات الدم البيضة اللي هي أساس كل خلايا المناعة كمان من المحاور اللي بتحفز المناعة التطعيمات واللي قلنا إن اللي بيستفيد منها بشكل رئيسي الأطفال بالإضافة إلى اللي احنا شرحناه في أول الحلقة وهي الإصابات المرضية دون مستوى ظهور الأعراض يعني إحنا بنتعرض كده لإصابات وممكن ما يبانش علينا قوي أو يبان علينا أعراض طفيفة فالأعراض الطفيفة دي اللي احنا يعني ما بنركزش فيها أو حتى ما بنلحقش نقول إيه لو حاجة زادت شوية بأخد الدواء ده معناه إن فيه إصابة مرضية دون مستوى ظهور الأعراض ما تستعجلوش فعلا في أخد أي أدوية لهذه الأعراض لإن دي من الحاجات اللي بتدي مناعة كويسة جدا لإنها بتستفز جهاز المناعة إنه يكون أجسام مضادة بشكل أكتر